بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين أمين رب العالمين كان بحثنا في الحلقة الثانية من دعاء اليوم الرابع وذكرنا فيه وبمناسبته أحاديث كثيرة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ونأتي إلى في هذه الحلقة إن شاء الله نأتي إلى الحلقة إلى الفقرة الثالثة من هذا الدعاء من دعاء اليوم الرابع لشهر رمضان الفقرة الثالثة من هذا الدعاء هو هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وأوزعني فيه لأداء شكرك يعني إلهي أسألك أن تلهمني أوزعني يعني ألهمني ألهمني شنو؟ فيه لأداء شكرك ألهمني في هذا اليوم يوم الرابع من شهر رمضان اللي هو يوم تأسيس يعني أستمر في هذه الخصلة الطيبة اللي راح ترزقنيها أستمر فيها إلى شهر رمضان الثاني اللي يجي بعدين فألهمني شنو؟ لأداء شكرك أنه أتمكن أأدي شكرك يا رب العالمين الله تبارك وتعالى نعمه علينا كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى ولعل من بدء نعم الله تبارك وتعالى علينا هو وجودنا أكو في الآية الكريمة أنه نزلت على النبي صلى الله عليه وعليه وقال إنه وذكرهم بأيام الله لما نزلت هذه الآية النبي التفت إلى أصحابه وقال الآية الكريمة نزلت تقول ذكرهم يا رسول الله بأيام الله يعني بنعم الله فمن يعرف أنه أول نعمة اللي الله أنعم علينا اللي أول نعمة هي أكبر نعمة بعد فشنو هذه النعمة؟ كل واحد من الأصحاب قال شيء والنبي يقول هذه من النعم لكن ليست هي أول نعمة فبعد الأصحاب ما عدن شيء كان قالوا يا رسول الله بعد ما عدن شيء أنت تفضل الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه كان بين الأصحاب وما قال بشيء هنا النبي يريد يبيننا أيها المسلمين أيها المسلمون إلى يوم القيامة يريد يبين لهم ورسالة إلى كل العالم إلى يوم القيامة أنه شوفوا أمير المؤمنين هو اللي يليق به الخلافة هو اللي الله عين خليفة يبينه شلون يقول يا علي أنت ما قلت ما بينت ما أجبت على هذا السؤال أنه أول نعمة من نعم الله على الإنسان شنو هاي النعمة؟ فقال شوفوا الإمام جاوب فقال علي عليه السلام يا رسول الله أنا في محظرك أنا في حضورك ما أتكلم شوف شقد أدب وعدنا بعض الصحابة ذول يتجاسرون على رسول الله اللي تنزل آيات اللي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والإمام سلام الله عليه في حضور النبي ما يجاوب ما يجاوب شوفوا هذا الأدب العظيم فهذا مو يليق بأن يكون الخليفة لرسول الله حتى لو مو الله معين فكيف أنه الله عين هذا يستوجب أن يكون خليفة يوذاكا ليعترض على النبي ونعوذ بالله ينسب للنبي نسبة خلاف القرآن القرآن يقول أنك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوحى وذلك يتهم النبي بخلاف هذا الشيء فذولا يستحقون يوم الإمام علي سلام الله عنه فالإمام يقول له يا رسول الله أنا في حضورك ما أحتي النبي الكريم صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يلتفت إلى علي عليه وسلم ويقول يا علي أنا أجزتك أنا أذنت لك أن تجيب زيان الإمام سلام الله عليه هنا أخذ إذن بأنه يجيب على النبي فهو يجاوب لكن شوفوا الأدب العظيم الذي يتأدب به أمام رسول الله يعني الإمام أمين منه هو الذي يعرف قدر رسوله لذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه يا علي ما عرفك إلا الله وأنا ولم يعرف الله إلا أنا وأنت فالنبي صلى الله عليه وآله يريد بيّن عظمة أمير المؤمنين والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يا رسول الله أسأل لي أذنت أذنت لي بأن أجيب إذا أنا جوابي كان صحيح يا رسول الله فقد تعلمته منك عظيم هذا الأدب الراقي يقول يا رسول الله إذا أنا أجبتك جوابا صحيحا وقلت أول نعمة شنو وهذا كان هو الصحيح فهذا أنا تعلمت منك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وقال له قل يا علي ما هو أول نعمة فقال عليه السلام أول نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الوجود اللي الله من العدم كما في آية الآية الكريمة من سورة هل أتى هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا فالإنسان نعمة الوجود الله أنعم عليها هاي أول النعم والنعم الكثيرة النعم الكثيرة اللي لا تعد ولا تحصى قد إنسان يتصور يقول إنه إشلون يعمل الله لا تعد ولا تحصى فيمكن نجيب لهذا المثال اللي كان يتبضل به آية الله العمى السيد محمد الشيرازي أعلى الله درجاته كان يقول في الإنسان كما في العلم الحديث مليارات الخلايا مليارات الخلايا في مخ الإنسان مليارات وفي بدن الإنسان وجسم الإنسان مليارات الخلايا وده هاي المليارات الخلايا كل خلية طبعا يمكن مليون أو أكتر خلية تصير بقدر رأس أوبرا الخلايا غير قابلة للرؤية الحسية لازم عبر المجهر وهي أشياء ميكروسكوب شنو هاي يلا نشوفها فهاي الخلية اللي هي مليارات كل خلية الله جعل فيها أو دع فيها أربع أجهزة أربع أجهزة شنو هاي الأجهزة جهاز ياخذ الطعام اللي يحتاجه جهاز ياخذ الطعام وجهاز يهضم هذا الطعام من ياخذه يهضمه يحوله إلى الشيء اللذي الخلية هي تستفيد من عنده ولما الجهاز الثاني حوله إلى ما يستفيد منه جهاز ثالث ياخذ ياخذ مقدار اللي يحتاجه من هذه المواد اللي هيأها الجهاز الثاني فياخذ من أهده مقدار تبقى مقدار يبقى مقدار الجهاز الرابع ياخذ ذاك المقدار الزائد ويحذفه يذبل برة فهاي الأجهزة إذا أريد نبسطها على الأرض تأخذ كيلومترات فالله جاعل هاي الأربع الأجهزة في خلية واحدة وعتنا في بدننا وفي مخنا مليارات الخلايا ولا سمح الله هاي المواد والغدد السرطانية نعوذ بالله يقولون هذي لما الخلية الواحدة يصير فيها خلل وحدة من هاي الأجهزة يصير فيها خلل فتتراكم وصير غدد نعوذ بالله السرطانية فهاي اش قد الله منعم علينا هاي مليارات الخلايا نقدر احنا نحمد الله فأداء شكرك يعني نأدي شكر الله هذا هاي عظيم تارة إنسان يشكر هو يشكر لكنه نأدي شكر الله نأدي حق شكر الله هذا كلش عظيم وكلش ما يمكن الإنسان أنه يبلغ فلذلك عندنا في الروايات وهذا تسهيل من الله تبارك وتعالى إن شاء الله هذا الموضوع إلى صلة نتحدث فيه أكثر إن شاء الله ولكن إجمالا إنه في الأحاديث إن الله تبارك وتعالى رحمة بنا تفضلا علينا يقول إنه أمور بسيطة اللي الله أوجبها علينا هذه تكون أداء لشكر الله مثلا الصلاة ليوميا صليها هاي الصلاة شكر عملي شكر عملي يعني شنو يعني تارة أنا أشكر المنعم أقول له شكرا واحد يقدم لي ظرف ماي مثلا كأسماء أقول له شكرا هذا شكر لفظي وشكر عملي إنه أنا همت مثلا وقت ثاني إذا شفت يحتاج ماء أقدم له ماء مثلا شكر فالشكر العملي للإنسان الصلاة والشكر اللفظي إنه اللسان يقول شكرا لله شكرا لله وعدنا في الروايات اللي باليوم صبحا ومساء أربع مرات يقول الحمد لله رب العالمين هذا فقد أدى شكرا لله تبارك وتعالى للحديث صلى وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر